اليوم كان عندنا جلسة أكيد عندكم خبر بجدوى الأعمالة أقرينا موازنات التنمية الإدارية التربية والمهجرين وإذا صار في نصاب بعد الظهر حنكون عندنا صناعة اتصالات سنديء ومؤسسات عامة بالإضافة إلى وزارة المالية وهيك منكون أنهاينا كل الاعتمادات وكنا بفترة سابقة أنهاينا مواد القانون وبالتالي بدنا نتفرغ للمواد المعلقة لإعادة صياغتها طبعاً لمكافحة بعض الصغرات الكبيرة اللي حكينا عنها واللي هي من ضرائب وغيره اللي كانت واردة بالزيادات غير واقعية وبذات الوقت لتعديل الاعتمادات الغير واقعية اللي كمان كانت واردة باعتمادات الموازنة فإذا شغلنا نحن كلجنة مال ما أنه شغل الحكومة لأن فيه هلأ بتعرف تبلش تطلع تطلع التحليلات والمواقف وإلى آخره ونخلط كل شيء ببعضه اللي عم ينشغل بالمجلس النيابي وبلجنة المال والموازنة تحديداً تعديل جوهرة وبنيوي بما أتانا من الحكومة إن كانت بجهة المخالفات الكبيرة يلي شفناها بموضوع سلفات الخزينة مثلاً لأنه ما فيكن تطعطوا سلفات يا حكومة على مدى السنة لإدارات ومؤسسات تدفعوا نفقات ما بتنرد حسب قانون المحاسبة العمومية تعطوا مؤسسات منتجة تقدر ترد آخر السنة سلفة اللي عم تسلفوها إياها مش رواتب وبعض الأحيان نفقات تشغيلية وإلى آخره اللي عرفناه وطلبنا من وزارة المال تعطينا ليحة فيهم أنه هناك ألاف المليارات عم تتسجل كسلفات وعم تكون خارج الموازنة وهلأ كمان بالاجتماعات اللي عم تصير بالحكومة عم يرجع يتاخد سلفات غير الموازنة يلي مطلوبة فإذاً لشو الموازنة إذا بكتصرفوا قد الموازنة بسلفات خزينة ما بتنرد يعني أنتوا عم تخبوا العجز حولتوا على مجلس النواب موازنة فيها عجز هالقد تنقول 17 ألف مليار بينما عجزكم الفعلي قد يكون 40 و50 وأكتر فهيدا موضوع قلة الشفافية وقلة الصراحة والأرقام يلي غير حقيقية تمنقول أكتر هيدا اللي وصلتنا لمطرح ما نحنا فيه اليوم من هالمنطلق وهيدا على فكرة كان صرخة لجنة المال من سنة الألفان وتسعة لكن لا قطعات حسابات ولا تدقيق ولا التزام بتوصيات المجلس نيابي اليوم بقت أرجع للموضوع بموضوع التنمية الإدارية طلبنا جدول بالألف مليار اللي راصدينه بالموازنة لموضوع النفايات كيف بده يتوزع وعمين وعاية معامل بتقول الوزارة أنه فيه 18 معمل فيه منهم 8 بركة شغالين فيه كحك كتير صار من زمل النواب تقدموا بأمثلة حسية على أنه مفشي ماشي وهالمعامل مش عم تشتغل وزارة التنمية الإدارية راح تجاوب خطيا بناءً لطلبنا وتعمل تدقيق على كل هيدا على كل هيدا الاعتماد وبالتالي نحن علقنا الألف مليار لحين ورود هذه التوضيحات المطلوبة والتدقيق المطلوب لأنه بين الفرز والكنس والمدرشو لحد اليوم هناك علامات استفهام كبيرة حول هالمعامل يلي مش عم تقوم بشغلة فإذا وزارة التنمية مشكورة من قبل الوزيرة راح تقوم بتقديم تفاصيل عن هذا الموضوع لحتى نبت نهائياً بموضوع الألف مليار بقصة كمان التنمية الإدارية مش منطق يضل الموضوع النفايات فيها لازم يروع وزارة البيئة وهذا صرنا قيلينه مئة مرة وبعدنا كل سنة منرجع من الحكومة كأنه ما قلنا شيء وكأنه ما حكينا شيء هذا نموذج عن الاستهتار يلي بكتير من الأحيان السلطة التنفيذية عم تمارسه بعملية احترام الأوانين احترام توصيات وقرارات مجلس نيابي وهذا أمر غير مقبول ولن نقبل أن يستمر ورح ناخد إجراءات بهذه الموازنة عملياً موجعة ولكن لازم تنعمل مرة ولكل المرات حتى يوقف هذا المسلسل بعدم بالاستلشاء وكل النقاش اللي بيحصل لمجلس النوات بموضوع التربية حكينا بالتعاقد تتذكروا بكتير منيح 63 ألف متعاقد طيب قداش في منهم عم يشتغلوا قداش في منهم مش عم يشتغلوا حاجة الملاك إلى آخرية غير التوظيف طلبنا من وزير التربية أنه نحنا عملين تدقيق بال2018 و2019 وفي السبتعاش كنا ناخدين قرار بيوقف أي توظيف أو أي تعاقد قبل ما ينعمل إعادة هيكلة للقطاع العام كله وطلع عنا 32 ألف وظيفة غير قانونية بالتقرير لأحلناه لديوان المحاسبة واللي بعده لليوم ما طلع فيه قرارات قضائية هذا الأمر هو غير مقبول وبرسم كل اللي بيدعي أنه شو عم تعمل لجنة المال وشو عم بيعمل مجلس النواب عم نعمل اللي فينا لا ربطوا فينا ضبطة عدلية ووقفوا تدخلوا بالقضاء وساعتها خدوا نتيج بس من مال تصريح وكلام شعر حلو كتير منوصل بالآخر منوقف القضاء وما منعود منوقف الإصلاحات ومندعي أنه إذا بعثنا قوانين عمجلس النواب بين مزدوجان إصلاحية هي ما بعرف إذا شو فيها بالإصلاح هذا بيكون يعني قمة الوجبات يلي قامت فيها الحكومة لا مش هدي واجباتكم واجباتكم تحترموا القانون واجباتكم تتركوا ديوان المحاسبة وغيره وياخد قرارات مش من هلأ من الالفان وتساطاش حتى توقف هذه المهزلة يلي عم تكلف الدولة اللبنانية أكتر من تلت وزنتها رحنا على قبول الهيبات لوزارة التربية وطرحت الزميلة حليمة قاقور عدد من المسائل يلي إلي علاقة بهيبات وقرت من منظمات وجمعيات ومؤسسات دولية وغيرها ودخلت إلى يعني بشكل أو بآخر إلى الدولة اللبنانية وإلى وزارة التربية هذه لم ترد بالموازنة طب هذا إراد ليش ما بدوا يورو المادة 52 بتقول يجب أن يرد خاصة إذا إراد سنوية طلبنا من مزارة المال تعطينا ليحة بالهيبات لحتى نحدد مثل بالسلفات وين القانون وين المخالف القانونية وأن تلتزم وزارة المالية والحكومة بإراد هذه النفقات أو هذه الإرادات يلي بدأت تنفق وتصرف بالموازنة حتى نكون شفافين البعض اعتبر أنه بطورت بقطع الحساب خبرني عن قطع الحساب نروح هون بركب نغني غنية راح وما رجع بقى خلينا بقى بالموجود بكف بقى احتيال وبكف تكاذب بكف اللي عم نعمله لحتى نقدر نحد من الأضرار ثلاثة بموضوع بموضوع المهجرين بطبيعة الحال موازنة متوضعة لكن الأمل كبير أنه ننتهي من وزارة عيب بلبنان يكون بعد فيه وزارة اسمها وزارة المهجرين عيب الحرب خلصت على أساس من التسعين بعدنا لليوم عم نرصد موازنات واعتمادات وبعد عندنا لليوم وزارة للمهجرين بلبنان لا لأنه بدكم تهجروا بعد عندكم يعني بعد نظر أنه عم تشوفوا أنه التهجير مش رح يوقف وعم عم تأملونا بعد بتهجير من هيك تركين هاي الوزارة خلصوا بقى عيب هذا الموضوع باعتماداته صار نائلين أكتر من مرة وهي دي أمر برسم كل المسؤولين وخاصة بالسلطة التنفيذية واللي هن اليوم عندهم أو قابضين على القرار السياسي بالبلد فإذن هاو دي بالنسبة للوزارات اللي حكيت عننا اليوم وبالنسبة للعجز بدي أقول شغله ما حدا بقى يهددنا بالعجز أنتوا يا حكومة بكل صراحة عم بحكيكم على الملأ وبالإعلام أنتوا مش عاملين حق موازنة أنتوا عاملين يمكن نص موازنة تلت موازنة مش معروف شو عني زيدين درايبكم من دون رؤية اقتصادية من دون نمو اقتصادية زيدين رسوم زيدين غرامات إلى آخرها على أساس أنه عم تأيدوا إرادات رؤية اقتصادية ما فيه اعتمادات غير واقعية لأنه كلها سواحية عم تطلع صار خمبارح الأدوية السرطانية 12 ألف مليار البكرة بيعملوهم بسلفة هل يجوز أنه نكون عندنا موازنة وننفق بسلفات خارج الموازنة هذا الأمر يجوز طيب طلبنا بقليات قانونية إلى آخرها إذن نحن بعد الظهر مننهي الاعتمادات بإذن الله إذا توفر النساب وسأنصرف بعد منها إلى تحضير الصياغات الجديدة لمواد القانون حتى أعرضها على اللجنة بشكل نهائي ونطلع بتقريرنا إن شاء الله ببحر الأسبوع المقبل يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر